بدأ عدد من القادة العرب بالوصول إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى التفاصيل توافد القادة العرب إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تحمل طابعا استثنائيا تراء تغييرات كبيرة سواء في البيئة الدولية أو الإقليمية أو تطورات الأخيرة التي شهدتها بعض دول المنطقة صعودا على غرار الانفتاح العربي على سوريا أو هبوطا كالأحداث الأخيرة في السودان والتي تمثل تهديدا مهما لأمن والسكرار المنطقة العربية ولعل القضايا الثلاث تمثل ثلاثة أبعاد متوازية ترتبط أولها بالأوضاع داخل الدول العربية بينما تتعلق في بعدها الثاني على العلاقات العربية العربية في حين يتمركز البعد الثالث بالعلاقات العربية بدائرتها الإقليمية وهي الأبعاد التي تمثل في جزء كبير منها مسجدات على مائدة القمة العربية وهو ما يعكس أهميتها الكبيرة في إطار الحاجة الملحة للتنسيق بين القادة العرب في القمة السابقة في الجزائر ومن ثم تحقيق وحدة الصف العربي وهو الهدف الذي تحمله القمة الحالية في مدينة جدة وتعقد الدور الثاني والثلاثين للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها والشعوبها مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر ترجمة نانسي قنقر